موسيقى مشاهدين الكرام بنرجع مرة تانية وفقرتنا بعنوان سنة أولى زواج بنحاول بقدر الإمكان أن نختار الشريك أو الطرف الآخر على أسس معايير سليمة على توافق بين الطرفين ودائما بنقول توافق معناها تكافؤ معناها تقارب بين العادات والتقاليد وكمان فترة الخطوبة بتكون مهمة جدا بنتمنى أنها تمر بكل صدق ووضوح لأن للأسف بيكون في بعض أكاذيب ولكن بنقول بتكون في بعض المجاملات في فترة الخطوبة وبعد الزفاف بنكتشف العادات والتقاليد الصحيحة أو الحقيقية أو الواقعية وبتحدث طبعا الخلافات اللي قد تؤدي إلى الانفصال عموما هنعرف إزاي نعدي فترة الخطوبة بسلام وأمان إزاي يكون فيه معايير أساسية عشان نختار شريك الحياة وإزاي طبعا في سنة أولى زواج نحاول يكون فيه تغاضي ونحاول يكون فيه تسامح فيه كثير من الأمور علشان تستقر الحياة الأسرية بإذن الله في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا الأستاذة هايدي رستوم استشاري علاقات أسرية أهلا بحضرتك معنا يا هايدي شرفتنا ونورتنا بنور حضرتك أنت شرفت كل سنة وانت طيبة في البداية عندنا كده بأعياد جميلة وكتيرة وعندنا كده طاقة إيجابية عشان نستقنف إن شاء الله العمل وحياتنا الاجتماعية بشكل سليم وربنا يسعدنا جميعا يا رب آمين يا رب وكل سنة وحضرتك بألف خير وجميع المشاهدين هايدي اسمحيلي في البداية وإحنا بنتكلم عن سنة أولى زواج أنا عايزة أرجع شوية لمرحلة اختيار شريك الحياة ومرحلة الخطوبة لأنه للأسف أوقات المعايير بتختلف ويعني مش بنعرف إزاي نختار شريك الحياة فقللنا كده بشكل سريع ومبسط إيه هي المعايير الرئيسية اللي كل طرف يحاول على أساسها يختار الطرف الآخر هو في البداية كده أول ما بنيجي نختار شريك الحياة أنا في البداية لازم أعرف نفسي كويس جدا يعني قبل ما أتكلم أو أقول أنا محتاجة شخص بمواصفات واحد اتنين ثلاثة أنا أولا لازم أكون عارفة نفسي عارفة إيه هي احتياجاتي إيه رغبتي أو إيه هدفي من الزواج ذات نفسه لما بعرف وحدد أهدافي إيه بالضبط أنا بقدر أختار بشكل جيد وبقدر أختار المواصفات أو الحاجات اللي بتناسبني حتى في فترة الخطوبة بقدر أتعرف على كل الصفات سواء الإيجابية أو السلبية ومن خلالها أنا بقدر أقيم إيه الحاجات المهمة اللي أنا محتاجاها من الشخص اللي قدامي اللي هتساعدني على أن أكمل معاه وإيه الحاجات السلبية اللي أنا ممكن أقدر أتغاضع عنها أو هتكون مش مهمة بالنسبة لي علشان كده بقول كل إنسان لازم يكون عارف نفسه كويس جدا قبل ما أعرف الشخص اللي قدامي ويكون مدرك لإحتياجاتي ورغبتي من الزواج مبنية على أساس إيه بنيجي بعد كده لمواصفات أو حاجات مفروض تكون موجودة في شريك الحياة من البداية أنا بكون محددها علشان أقدر أحد شوية من الخلافات بعد الزواج لأن أنا مش بختار علشان أعيش مع إنسان مثالي أو إن أنا أكون مثالية وإن الحياة الزوجية دي حياة يعني ما فيهاش أي خلاف أو مشاكل لا المشاكل طبيعي أن هي هتواجهنا وهي سمع في الحياة حاجة طبيعية وحاجة أساسية ولكن أنا بختار الإنسان اللي فيه بيني وبينه توافق إلى حد ما بنقدر نتوافق أو بنقدر نشترك في بعض الصفات أو في بعض الحاجات خلنا نقدر نكمل وحتى نتغاضى عن بعض العيوب اللي عندنا فأول حاجة ممكن نتكلم فيها فكرة الأخلاق دي رقم واحد لازم يعنفعش أتنازل عنها أو أتغاضى عنها في شريك الحياة سواء كان رجل أو مرأة بدليل حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إذا جاء أكم من تردون دينها وخلقه فزوجوا وده كان خطاب للنساء أو للأباء اللي هيزوجوا بناتهم لما يتقدم لك شخص لخطبة البنت لازم يكون عنده خلق أولا لأن صاحب الخلق إذا أحب المرأة أكرمها حتى وإن كرها لا يظلمها حتى لو ما بيحبنيش مش هيظلمني مش هيجور علي حتى إذا حصل انفصال مش هيشوه في صورتي أو هيطلع الأسرار اللي كانت بنا فالخلق رقم واحد حتى برضو بالنسبة للزوجة في حديث قال وصفة بذات الديني طاربات يداك وفي حديث آخر من رزقه الله زوجة صالحة فقد أعانه على شطر ديني فليتقل لها في الشطر الآخر ففكرة وجود زوجة صالحة أو شخص صاحب خلق دي رقم واحد أنا فعشة أتنازل عنها نقطة اللي بعد كده الاستقلالية وتحمل المسئولية أنا فعشة أرتبط من إنسان اعتماده طول الوقت ما بيقدرش يتحمل مسئولية لا نفسه ولا حتى الآخرين ما عندوش هدف في حياته وهو طول الوقت بيتكل على الحوالي لما هتواجهنا مشكلة في حياتنا هبصة ألاقي كل الأطراف بتتدخل سواء من ناحية الأهل أو من ناحية الأصدقاء والحياة هتكون مشتتة مش هنقدر نجمع أو نبنى حياتنا بشكل جيد علشان كده فكرة الاستقلالية وتحمل المسئولية بنقدر نستنتجها من فترة الخطوبة إذا كنا بنتعامل مع بعض بواعي شديد وفاهمين إحنا مخطوبين ليه أو ليه أصلا في فترة خطوبة فترة الخطوبة مش علشان الخروجات أو الفسح أو الكلام الكتير في التليفون اللي كله مثالية مطلقة ومشاعر وغود وبعدين بنيجي نتفاجأ بالزواج للواقع الواقع الحقيقي والطبيعي اللي احنا المفروض بنعيشه طيب هاي دي اسمحيلي بقى عند النقطة دي أنا سفتك تنطلقي كده لأنه كلام بالفعل مهم جدا ولكن اسمحيلي ينقف كده سريعا كمان علشان وقتنا فترة الخطوبة موضوع التحمل المسئولية هنا أوقات كتير مثلا سواء الفتاة أو الشاب يعني يقولوا لا ده هو لسه ما تجوزش لكن طبعا بعد الزواج لما هيبقى عنده بيت هيتحمل المسئولية لكن هو لسه عشان في بيت الأب أو هي لسه عشان في بيت بابا وماما مدلعها شوية لكن بعد الزواج هتتحمل المسئولية هنا أوقات بتبقى فيه مؤشرات آه هي فعلا ممكن تكون مدلع شوية في بيت باباهم لكن فيه مؤشرات تعرفنا هل إذا كانت البنت دي بعد الزواج فعلا هتتحمل المسئولية ولا هي هتفضل طول عمرها مدلع ونفس الكلام بالنسبة للشاب يعني إمتى نعرف برضو هذه المؤشرات إمتى تكون فعلا مؤشر وإمتى تكون لأ هنتغاضع عنها وبعد الزواج إن شاء الله هتبقى يعني زوجة كويسة وهتتحمل المسئولية نقطة جميلة جدا أنا إذا كنت هتزوج على سن الخمسة وعشرين مثلا أو التلاتين وتعودت بفترة دي كلها اللي فتت و أنا لا أتحمل المسئولية ما وقفتش في مطبخ ما باردتبش البيت ما بعملش أي حاجة معارفة أن أنا هتزوج في بيت أنا اللي هكون متحملة في المسئولية أو زوجي مش هيقدر يجيب لحد يساعدني فبالتالي ما أقدرش أقول أنا هكمل وهي هتيجي بعد الزواج هتكمل وهتبقى تمام هيبقى الموضوع صعب جدا أنا ما تعودتش حتى أرتب الغرفة بتاعتي مثلا والديتي بتعمل لي كل حاجة بتجيب لي الفطار لحد السرير يعني كل حاجة أنا محتاجها اللي حوالي بيعمله هالي فما أقدرش أقول أكمل مع الإنسان ده وهنبني أسرة وهيكون هيقدر يتحمل مسئولية تربية أبناء ويشيل مسئولية بيت وهيجي بعد الزواج يعمل حاجة زي كده الموضوع يبقى صعب نفس الكلام شاب طول الوقت مستهتر أو بيدور على نفسه خرجات فصح أصحابه رقم واحد والدته تعبانة بلاحظ ما بيروحش مع عند الدكتور إحنا بنتكلم في الترفيه في فترة الخطوبة اسمحي لي هايدي هل ده مرتبط بسن يعني إذا كانت البنت مثلا 25-26 سنة فهي كده إلى حد ما كبيرة نقدر نقول خلاص أن هي تعودت يعني لو كان الكلام ده بيصدر من واحدة لسه صغيرة 21-22 سنة هنقول أن هي لسه صغيرة وممكن بعد الزواج هتتحمل مسئولية هل هو مرتبط بمرحلة عمرية ولا مرتبط بتعود أكتر منه مرحلة عمرية هو يعني أكتر من المرحلة العمرية فكرة التعود لأن المفروض الأم بتشرك بنتها منه هي صغيرة إحنا حتى الطفل الصغير أولنا بيبدأ يتعلم يمشي أو أولنا بيبدأ يمارس سلوكيات بنبدأ نعلمه شربت في الكباة دي شيلها ودخلها المطبخ أكلت في طبق ده أخسله مكانك المسئولية بعلمها الأولادي من الصغر فما أدرش أقول أن أنا هستنى فترة كبيرة جدا لحد ما يوصلوا لسن الزواج وأقول خلاص هم هيبدأوا يتبنى السلوكيات دي فيما بعد طبعا بيكون الموضوع صعب وما أدرش أن أنا أقول لا هو هيتعلم السلوكيات وتحمل المسئولية أنا لازم بيبدأوا مع ابني من سن صغير جدا علشان يكون مستقل وعشان يقدر يكون عنده تحمل مسئولية لما بدأتش معها يكون صعب جدا بعد ما يوصل لعشرينيات أو تلاتينات أغير في السلوكيات أو أغير فعداته ممكن أغير بس هياخد وقت وياخد صرور هيبقى صعب صحيح ده يعني إحنا كمان في أحد اللقاءات مرة الإعلامية فأنا كنت بقول نبدأ من ثلاث سنين أربع سنين فقالولي لا ده متأخر جدا ده من أول يمكن سنتين ما الطفل يبقى عنده سنتين ويبدأ يمشي نعوده على تحمل المسئولية بأمور بسيطة جدا طيب هادي اسمحي لي علشان وقتنا بس نصيحة أخيرة بالنسبة للمتزوجين حديثا أو سنة أولى زواج إيه الحاجات اللي نتغاضى عنها ونعديها ولازم يكون فيه قدر من التسامح لأن بالتأكيد كل طرف مختلف عن الطرف الآخر فعايزين نحاول كده نسامح بعض ونعدي علشان بإذن الله يكون فيه استقرار للحياة الزوجية فأول سنة زواج طبيعا نحن تواجهنا خلافات ونعايز أقول نقطة مهمة جدا الخلافات في أول سنة زواج هي مش حاجة سلبية ومش حاجة وحشة على الإطلاق بالعكس دي حاجة إيجابية وحاجة مهمة جدا جدا للزوجين احنا مش هنعرف بعض غير لما نختلف مش هنفهم طبع بعض غير لما يحصل بنا وبين بعض خلاف ولذلك أنا عايز أقولي من الخلاف في أول سنة زواج هو مهم لأنه بيساعدنا على الاكتشاف الآخر احنا بنكتشف بعض كمان ببدأ أقلل من سقف التوقعات اللي عندي طول الوقت فترة الخطوبة أنا عندي توقعات معينة ومتخيلة خيالات معينة عن الزواج بادخل للواقع وبادخل للزوج بتفاجئ بالمسئولية بتفاجئ بالالتزامات اللي علي فأنا لازم أكون مهيئ نفسي إن الزواج عبارة عن مسئولات والتزامات وبرضو الحب موجود لازم نفهم إن بعد الزواج الجوانب العطفية والمشاعر مش عايز أقول بتقل ولكن بتتغير بتاخد شكل مختلف لاتجة أعداء الحياة ومسئولية الحياة لأ وزي ما كنا بنقود نقول لبعض كلام حلو وانت أغلى حاجة وانت كل حاجة طب تعالوا نترجم ده في الزواج لأرض الواقع تعالوا أنت أغلى حاجة عندي إن أنا أهتم بيك أهتم بشغلك أساعدك على تلبيت احتياجاتك الحاجات دي كلها نسانة بعض أنت كمان تكون مقدر للزوجة فبالتالي هنقدر نفهم ونقدر نعدي أول سنة بشكل ثالث وبشكل مبسس أستاذة هايدي رستوم نحن نشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء القيم ومع تمنياتنا لكل زوجين في بداية حياتهم يحيو حياة زوجية سعيدة شكرا لحرك شرفتين ونورتين شكرا لحضرتك مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل ولكن متواصلين مع حضرتكم والفقرات القادمة مع زميلتي عبير وفقرات جميلة جدا هنشوفها وانتبعها من خلال برنامجنا طعم البيوت